حكم من يصوم يوم قبل رمضان إذا كان له عادة كان يكون يصوم الاثنين وخميس أو عليه قضاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح أيها الحديث بوريرة أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم أي رجل له سيام معتاد إما أن يكون هذا الصيام معتاد كصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وفطار يوم أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يتمكن من صيامها إلا في آخر الشهر كل هذا يدخل في الإذن في أن يتقدم رمضان بيومين أو يومين يعني يوم غد وبعد غد الأربع والخميس هما يومان قبل رمضان فيصح صومهما لمن كانت له عادة ومثل أيضا من كان عليه قضاء ولم يتمكن من القضاء إلا في هذين يومين فهو داخل في الإذن لأنه صام لسبب ولم يكن صومه احتياطا لرمضان فإنه نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لأجل أن لا يحتاط الناس بيتقدم رمضان بيوم أو يومين فيكون ذلك مدعاة إلى اختلاط الفرض بالاحتياط وإنما هذا فمن كان له صوم معتاد فإنه يصومه ولا ينهى عنه ترجمة نانسي قنقر